مرحبا بكم معنا في هذا البتن المباشر من العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية مدينة الضار البيضاء ملعب كرة للوداد في الصباح الباكر على الساعة التسعة صباحا من الثاني فبراير الكرنة الثانية تمت عمليات هدم المعلامة التاريخية مقهى تابع لكرة السلة ملعب كرة السلة للوداد واللي مجاور له المناسق معه واللي هديل ملعب كرة السلة للوداد تمت عمليات الهدم دياله في الصباح شوفوا كيفاش ولا من الداخل ايضا تم هدم جزء من قاعة المسايفة واللي لازلت عملية الهدم متواصلة هذه هي قاعة المسايفة شوفوا كيفاش اصبحت الاتناء متابعي قناة شوف تيفي تم هدم ديالها في هذه الاتناء وعمليات هدم قاعة المسايفة لازلت متواصلة في هذه الاتناء وفي هذا اليوم في حين انتظار ساعة الحسم وهي ساعة الهدم المعلامة التاريخية ملعب كرة السلة لغا تم عملية الهدم ديالو في يوم آخر الآن بدأوا في عملية الهدم ونطلقوا بسداء من المقهى المجاور لهو مقهى تابع لملعب كرة السلة ايضا تمت عملية هدم قاعة المسايفة للوداد هذه هي قاعة المسايفة للوداد تم هدم جزء منها وباقي هدم متواصلة متابعي قناة شوف تيفي ها هي من الداخل من قلب ملعب كرة السلة للوداد من المفترض مدير ملعب الوداد كان غا تدير ندوة الصحفية اه في اه يومه الخميس البارح مع الساعة الخامسة عصرا لكن انشلت الى يوم الاثنين المقبل ابتداء من الساعة الخامسة عصرا متابعي قناة شوف تيفي ها من الاسئلة كالدور في ادهان الودادية كانت من عليها في الندوة الصحفية اللي غا تكون يوم الاثنين المقبل متابعي قناة شوف تيفي ها هذا هو الشكل الداخلي لقاعة كرة السلة للوداد بالضبط المقهى المجاور له والتالي له وقاعد المثايفة اللي تمت بقا من التاسعة صباحا الثاني فبراير الفين وربعة وعشرين والسؤال المطروح والذي يضعر في ادهان الودادين والعائلة الودادية فين غا ديمشي تداريب دي لهذه الولدات لان كان عنه هذا القاعة ومنعب كرة السلة هو خاص بتداريب اه فرح كرة السلة للوداد سواء على مستوى الاناد وعلى الظكور ايضا هو محط للتداريب بنسبة للمسايفة وهي قاعد المسايفة لا تم هدم هاك يكون محل تدريب ديالهم نسبة للاناد والذكور في المسايفة الان فين غا ديمشيو هاد هاد الولاد اللي اه مجموعة من الفئات السنية تدربوهن لا يعلمون سواء رياضة الباسكيت او كرة السلة او يعلمون سواء رياضة المسايفة لا يوجد ناشئة الاجابة كل ما يروش في موقع التواصل الاجتماعي فهو مجرد اشاعة لانه بقي بمراج فين غا ديمشيو هالوياز للتدربوهن المقرر انه اليوم كانوا غا ديروا تداريب ديال كرة السلة وعندوه ماتش مقبل ولكن اليوم ها هوا ما ما تدربوهن بحكم انه كاين عملية الهدم والان طارقات السداء من المقهى اللي احده وقعت المسايفة قداد كيف كتابه معنا وتابعي قناة شبتي فيهن الان من قلب هذه المعلمة التاريخية لانطلقات عملية الهدم ديلها طلقا من الصباح الباكر هذا هو الشكل قيل هذا المعلمة التاريخية اللي كتكون حاضنة مجموعة من الحملات الخيرية ولا ننسى هي معلمة رياضية بمسيات ديكريات جميلة تجمع العائلة الويدات السلة للويدات حيث كتكون هنا عمليات ديل تبرع بالدم ولي كيجوا فيها اعداد غفيرة واعداد كبيرة من الويدات هنا من شاء الله اللي كيجوا وتبرعوا النداء وكيجوا هنا يتبرعوا بالدم بالاضافة لحملات دي رمضان اللي يكون هنا قفة رمضان حملات قفة رمضان اللي ستكون رات السلة اللي ليه اكثر من 31 سنة ازيد من 31 سنة وهذا المعلمة التاريخية هي هنا في دينة الدارة الريضة الان ومن الثاني فبراير 2004 وعشين كتم عمليات الهدم ديلها اذا المتابعة سوف نتابعكم هذا البتن وصلنا النهاية الى الان